اهلا ومرحبا بكم مع اخبار الرياضة تسلم اتحاد كرة القدم موعد ومكان اقامة مباراة فريق الوحدات مع نظيره القادسي الكويتي في اطار الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال اسيا لموسم 2015-2016 وتقرر اقامة المباراة في العاشر من الشهر المقبل في الساعة الخامسة والربع بتوقيت الاردن على ملعب الكويت وسيقابل المتأهل من هذه المباراة فريق الاهلي السعودي لحجز بطاقة في دور المجموعات من البطولة الاسيوية في السابع عشر من شباط الجدير بالذكر ان الخاسر من التصفيات التأهيلية بين الوحدات والقادسية سيعود للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي باشر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم وعسكره التدريبي المغلق في اطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الاسيوية المؤهلة لأولمبياد 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ويتضمن البرنامج الاعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب تدريبة صباحية على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب ومسائية على ملعب البترة وتم تأخير اعلان القائمة الرسمية التي تضم 25 لعب لحين انتهاء المعسكر وأقعت قرعة التصفيات المنتخب النسوي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اوزباكستان وهونج كونج وفلسطين يقام يوم غد الجمعة لقاءان ضمن منافسات الجولة الثانية من اياب دور اندية الدرجة الممتازة لكرة السلة ويجمع اللقاء الاول الرياضي مع الارثدوكسي الذي يسعى للحفاظ على صدارته في الترتيب العام للبطولة بينما يطمح الرياضي الذي يحل في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط لتحسين مركزه على جدول الترتيب وفي اللقاء الآخر يواجه الاتحاد الذي يحل في المركز الثاني فريق العلوم التطبيقية صاحب المركز الثالث حجز منتخبات كوريا الجنوبية وأستراليا مكانا لهما في دور الأربعة من بطولة كأس أسيا المقام حاليا في أستراليا واجاء تأهل المنتخب الكوري الجنوبي على حساب منافسية الأوزباكي وبهدفين دون مقابل وبذات نتيجة أقصى المنتخب الأسترالي نظيره الصيني بفضل تألق نجمه كاهل الذي تكفل بتسجيل هدفي اللقاء ونبقى في كأس أسيا حيث يقام يوم غد لقاء ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة ويلتقي المنتخب العراقي بالمنتخب الإيراني حيث كان العراق قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات وفي المقابل تصدرت إيران ترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط كاملة من ثلاث مباريات أما اللقاء الآخر فيجمع المنتخب الإماراتي مع نظيره الياباني ويأمل الساموراي الياباني بمواصلة نتائجه الإيجابية للحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية أما الأبيض الإماراتي فيسعى لتجاوز الكمبيوتر الياباني وتحقيق المفاجأة والصعود لدور الأربعة اشتركوا في القناة